يمكن اللي يميز حلقة النهاردة ان هي مش بس للناس اللي هم مرتبطين او حتى اللي هم مقبلين على الزواج ده هي لكل الاناس مهما اختلفت طبيعة العلاقة ومهما اختلفت حتى الفئة العمرية يعني حلقة النهاردة مفيدة للبنت اللي عندها 15 سنة او للسيدة حتى اللي عندها 60 سنة حتى للسنجل من البنات الحلقة دي مهمة طيب السؤال مهمة للسنجل اللي هم مش مرتبطين ليه هو انت مش كده كده هتمر بالعلاقة دي مش كده كده هتمر بالفترة دي مش كده كده هتتزوجي مش هجيلك يوم وتتجوزي ولا انا بتكلم غلط اذا الكلام اللي احنا هنقوله ده وانتوا كنتوا بتقولوا ليه ما بتعملش حلقات للمتزوجين يعني الحلقة النهاردة بقى زي ما احنا بنقول كده شاملة لكل ده متزوج سنجل صغير ايا كان طبيعة العلاقة في بدايتها في نهايتها بس احنا عندنا ثقافة مش حلوة شوية يعني تلاقي مثلا البنت تقولك انا سنجل لما ارتبط ابقى شوف انا هعمل ايه لما نتجوز ويجي المعاد نبقى نشوف بقى وفي الفترة دي نبقى نشوف هنعمل ايه لا والمشكلة ان لما تيجي تشوف في وقت ما الحاجة بدأت معاك هيبقى صعبة عليك على فكرة لانك انت بدأت تتعاملي اخترت الاسلوب اللي بتتعاملي به مع الطرف الاخر خلاص وبدأ يتعود عليه منك فهيبقى صعب ما بقولش مستحيل عليك ان انت تغيري مش بالسهولة اللي انت متخيلها فمن البداية كده اعرفي على قد ما تعرفي كل ما تعرفي هتزيد تميز اكتر وهتب قادرة ان انت تتعاملي في الحياة العاطفية اكتر واكتر وتنجحي بها واحنا ما بنقولش يعني لسيدة او لبنت ان هي تغير صفتها او مبادئها عشان في بعض الناس بيختلط عليهم الامر لا صفتك ومبادئك وقناعاتك انت حر فيها ما عندناش مشكلة احنا كل اللي بنعمله في حلقات زي دي ان احنا بننور لك الطريق بس مش اكتر بناخد لك الخبرة والدراسات الكبيرة اللي عملها اسادزة وعلماء كبير لسنوات طويلة عشان يطلعوا لك في النهاية بمعلومة واحدة ممكن تفيدك بيقدموها لك على طبق من فضة وهو ده هدفك اهلا بكم سريعا كده برحب بكم وارات الجديدة عرفنا بنفسه ودوسوا لايك الحلقة دي من الحلقات المهمة اوي وبتسألوني كتير اوي وانا بعتزر ان انا مقصر يعني معكم في الرد سواء على الانستجرام او على الفيسبوك رجال محدش يزعل مني هي زي ما بقولت يعني حلقات زي دي بجاوب عليكم وتبقى لجابة عامة واستفيد منها اكبر قدر من الناس فانتو يعني انا مش بطنشكم او بتعامل مع استفساراتكم بنوع من انواع الاهمال رجال اندوسوا لايك خلي يعني الافادة توصل للي محتاجها الحلقات اللي من النوعية دي بتكون مهمة اوي نصائح فعلا هتضعك على القمة بس اعمليها او حاول ان انت تشتغلي على نفسك كل الرجال مهما اختلف الطبيعة اللي ارتباط بينك وبينهم او حتى عمر العلاقة الحاجات دي لو انت عملتيها هتبقي نمرة واحد وصعب على انسة تانية نية نفسك او تاخد مكانك من بعض الحاجات دي بلاش الصوت العالي يمكن كتير ما بياخدش يباله من الحدة دي مفيش رجل في الدنيا نصيح عليك انت كأنسة بيحب الأنسة اللي صوتها عالي حاول كل ما يبقى صوتي اهدى وواطي كل ما تزيد جمال وحسن في نظره ويقتنع بشخصيتك اكتر ويمكن دي حاجة في كتير من النساء او البنات عمتا ما بتاخدش بالها فاحنا بنقولك من البداية هو خلي بالك من حاجة زي كده حتى لو انت بتتنقش معاو النقش يعني الحدة بتاعته عالي تبلاش تعالي صوتك الصوت العالي كل اللي هيعمله هيخلي انه هو يتنرفز منك وممكن كمان ينهي النقش وما يقتنعش بكلامك انما بالعكس الصوت كل ما يبقى واطي في الأنسة وهادي يدل على أنستها ورقتها وده هو المطلوب في نساء كتير وبنات كتير طموحة وتقريبا يعني سقف طموحة ملوش حدود ولكن لما بتجي ترتبط او حتى المتجوزين ممكن توصل للطرف او الرجل احساس غلط بتوعى فيه من غير ما تاخد بالها منه فتحسسه بالنقص اللي هي تشتكي من ضيق الحال ممكن انت تكوني بتمر بأزمة مالية مثلا على أقل نقول فترة وهتعدي فترة مؤقتة فتبدأ مثلا او انت مش راضي عن الحياة المادية مستوى الحياة المادية اللي انت عيشة فتبدأي تقولي اه لو كان عندنا كذا اه لو انت بتاخد في الشهر كذا اه لو عندنا العربية الفلانية لو عندنا الفيلا في المكان الفلاني لا ما تقوليش كده عندك طموح وحبة ان انت تتطوري منه وتحسيه ما يكونش الكلام بالطريقة دي انما اقولي له نفس ان احنا نكون احسن حد في الدنيا نفسي اخليك احسن حد في الدنيا نفسي اقف جنبك لحد ما تكبر وتكون افضل حد في الدنيا وتعيش افضل عيشها في الدنيا كده هي حاجات بسيطة قوي بس انت ما بتاخدش بالك منها بس كلها جنب بعضها ممكن تتحكم في فشل العلاقة في النهاية يعني حولي هتقول اللي انت عايزة اهوت بس الطريقة بتختلف يا جماعة الطريقة هي اللي ممكن تخليك طرف تكسب اللي قدامك وهي اللي ممكن تخليه ينفر منك وتخسره تماما يبقى ما تشتكيش من ضيق الحال بالطريقة دي ولكن حوليها للطريقة ايجابية في التعامل مع الرجل عمتا تالت حاجة مهمة قوي بلاش تحط الطرف اللي انت مرتبطة به عفوا في موضع مقارنة دايما مع حد تاني يعني مثلا بنلاقي واحدة بنتي مثلا مخطوبة او حتى متزوجة عادي ما احنا قلنا الحلقة يعني عامة لأي حد تلاقيها مثلا ايها بتتكلم معا تقول له انا خطيب اختي مثلا جاب لها هدية بالسعر الفلاني انا مثلا جوز اختي على سبيل المثال احنا بنتكلم بها بشكل عام انا مش عارف جاب لها مثلا الهدية الفلانية الغالية بيعزمها في المطعم الغالي الفلاني الدخل بتاعه دخل عالي اوي طب والراجل هيعمل ايه يعني انت لما تقول له كده منتظرة منه انه هو هيعمل ايه غير انه هو هيكره اختك وهيكره جوز اختك وهيكرهك انت وهيكره السيرة دي وهيبدأ انه هو يفتعل معاك المشاكل اللي انك حسستيه بنقص ما هو فيه كتير من البنات او السيدات تولى انا بقول له كده عشان يحس على دمه ويبدأ هو كمان يعمل ما تبقاش بالطريقة دي مش دي الطريقة اللي هتخليه حس على دمه عامة لا انت كده بتختاري الاسلوب الغلط الجايد الاسلوب اللي احنا قلناه من شوية ان شاء الله نقدر ان احنا مع بعض نوصل نبقى احسن من اي حد عايزة تتكلمي مثلا توصلها له بشكل ان ضايرك تغير مباشر او ممكن تحكي مثلا انا اختي والله مثلا حالت المدامة تحب السنة واسقة ان بشغلك وتعبك وانا كمان جنبك هنوصل وهنبقى افضل من اي حد او هنبقى حتى زي يوم انا بقول كده ليه هدف يعني انا بجيب المثال ده ليه هدف لان في كتير من الاناس بتلجأ للمقارنة بالاقرباء يعني السيدة عمتا لما تيجي تستشهد بمثال او نموذج نفسها ان هي تبقى زي يوم لما تكلم جزها هتكلمه يا عن جرتها يا عن اختها يا عن قريبتها صح فانا كان ليه هدف لما ضربت مثال بالاخت او القريبة او الجارة او حتى الزميلة الحاجات ده مهمة او حاجات بسيطة ولكن صدقوني مهمة اوي على طبيعة الرجل او مهمة اوي في التأثير في شخصيته استمالته او ان انت تخليه ينفر منك كل الرجال يعني تتطفق ان هي تحب المرحة اكتر من النكادية او اللي ضربة بوز او اللي معقدة الدنيا هو في المشكلة ان في بعض الاناس متحفزة اوي فالتحفز ده بيقلب معاها لجد او زيادة عن اللزوم وصل لمرحلة الخنقة والنكاد احنا مش بنقول ان انت تبقي مثلا متساهلة في كل حاجة او في اي حاجة ولكن خليك اقرب للمرحة خليك اقرب ان انت تكون يتقال عنك مرحة لان الرجل بيحب الانسة اللي من النوع ده وبينفر جدا من الانسة اللي هي النكادية او اللي بتكبر المواضية او اللي حاجة قد كده تلاقيها عملت عليها دراما جامدة اوي وزعلة ما فيش رجل في الدنيا بيحب الانسة على فكرة اللي من النوعية دي واحنا قلنا قبل كده الموضوع سابتسامة مع ضحكة خفيفة مع نكتة من اي فيلم اي مسلسل حد دمه خفيف قريبك الحاجة عادي ممكن في نص الكلام اما ييجي فرصة تقوليها خلاص بقيت شخصية بقيت عن النكاد وهو ده المطلوب احنا مش بنقولك ان انت تكوني كوميديانة يعني من الدرجة الاولى ولكن اللي تقدري تعمليه اعمليه ما تخليش نفسك تسمحي نفسك ان انت تنزلقي في المنحطة اشغلي وقت فراغك باشياء مفيدة ازاي احنا ممكن نسهل يعني لو انت مثلا ما معكيش القدرة او مش حابة ان انت تعملي دراسة جديدة تعملي مشروع جديد ما عندكش الامكانية في حاجات بسيطة ممكن انت تشغلي بالك وانا ليه هدف لما اقولك اشغلي بالك اشغلي وقت فراغك باشياء مفيدة هي الفكرة ان الشعور بالملل جاي من الفراغ يعني انت ما تحس ان انت قعد ملانة ده نتيجة للفراغ ومدام وصلت للملل اذا هتوصل للحالة نفسية سيئة ما بعد ذلك هتؤدي للإكتئاب وده اللي احنا مش عايزين نوصل ازاي انت مثلا لو سيدة الدخل بتاعك يعني زي معظم الناس اللي هو الدخل المتوسط أسرة متوسطة أو أسرة بسيطة اتعلمي مثلا ان انت على سبيل المثال تطرزي اللبس بتاعي بدل ما انت مثلا تودي لحد يعمل الحاجة دي وياخد فلوس منك اتعاودي مثلا انت تذكري لولادك لو هم لسه مثلا في مرحلة عمرية يعني متقدمة بدل ما تجيب مدرس خصوصي وتتعرضي للاستغلال المادي بتاعه حتى لو انت بنت مش مخلفة لسه ما تجوزتيش هاتي أخوك الصغير هاتي ابن أختك هاتي أي حد زكري له فهمي حاجة علمي حاجة حفظي أي لغة أي كلمة انت عارفها بالانجليزي مثلا أو بالفرنساوي أي حاجة هاتبص تلاقي انت حبيت يومك لانك بقيت بتعملي حاجة مفيدة ما حستش ان اليوم بيبدأ وينتهي على الفاضي وان انت عايشة كده بدون اي فايدة وبدون اي لازمة ما هو الشعور ده عن نفس البشرية بيديها طاقة إيجابية حلوة أوي احنا حاربنا الملل وحاربنا الفراغ وحاربنا الاكتئاب على قد ما نقدر وزا كنت تقدر ان انت تعملي اكتر من كده تشغيلي وقت فراغك بأشياء اكتر من كده وعندك الامكانية والقدرة اهلا وسهلا ما تتردديش يعني وده عيخلي يومك ما فيهوش الفراغ اللي احنا قلنا عليه اللي بيولد الاحساس بالملل وبيحسسك ان انت عايشة بدون لازمة او عايشة بدون هدف او ان الحياة روتينية شكل بعضها او ان انت ما بتقدميش فايدة تدريجيا هتلاقي الاحساس ده بيبتعد عنك يعني خليك مشى كمان بمبدأ اذا نظر اليها اصرته يعني الرجل عامة بيحب لما يبص للست اللي هو مرتبط بيها يشوف منظر يصره وده هيجي باشياء دايما خليك شك ايه المشكلة يعني ايه المشكلة لما انت تكوني انسة من الاناس اللي بتهتم بنفسها ايه المشكلة لما تكوني دايما مزبطة نفسك دايما بتحط بارفنات ايه المشكلة هو يعني انا هقولك على حاجة الرجل لو شافك كده مع ابتسامة خفيفة كده يعني بالله عليك كده بالعاء رد فعله هيكون ايه يعني انت مع نفسك كده هيبقى سعيد انه شاف المنظر المهندم ده والشكل الجميل ده وشاف الابتسامة المريحة دي ولا لا ما هو ده الصرور العلماء النفس حتى بيأكدوا عليه اهتم بنفسك هي المرأة اصلا ربنا خلقها جميلة يعني ربنا خلقها يعني ما تلاقيش واحد ما تلاقيش الرجل مثلا بيحط مكياج في رجل بيحط مكياج ما فيش اش معنى الانسة هي خلقت يعني لو عشان الرجل لما يبص لها يشوف حاجة جميلة هي من الجمال اصلا عمتها فاشتغلي على النقطة دي وما تهمليش الدور ده او ما تدري يعني ما تنسيش الحاجة دي لانها حاجة مهمة اوي انسة بتسوي حاجات كتير اوي منها الجمال الانسة يعني جميلة والجمال بيفرق اوي والاهتمام بالشكل والمظهر عمتها يعني انا مش عايز ان انا اجاوب على نفسي جاوبوا عليها في التعليقات وانتوا عارفين ان انا اريب منكم اوي وبقرى تعليقاتكم وبتعرف كمان عليكم من خيرها انسة بالله عليكم بتعمل اللحنة والناداء او فيها المقويمات دي هتبقى مميزة هل لا يا جماعة جاوبوني جاوبوني ولو شايفين ان مش هتبقى مميزة وحياتها هتبقى افضل اكتبولي كلامك غلط وشايفين ان هي هتبقى كلا ولو شايفين العكس اكتبولي ما احنا مع بعض هوت بندردش يبقى نعمل يبقى احنا بننور لك هوت الطريق عشان تقدر ان انت تمشي من غير ما تقعي او تتكعبلي او تلاقي نفسك في النهاية الطرف الاخر السابق وراح لحد تاني وتبدأي تسألي نفسك اسئلة مش لاقيها لها اي هجابات لحد ما ممكن تتجنني من كتر التفكير الحالة دي من الحالات المهمة انا بتمنى منكم تدوسوا لايك رجاءا عشان توصلوا لأكبر قد من اصدقائنا بحبكم جدا واتوحشون